اشتركوا في القناة يعني ساعات المساء مساء يوم الأربعاء رح ينهي عملية التراجع في برج الحوت والقمر اليوم موجود في برج العقرب وفي ساعات المساء المتأخرة رح ينتقل لبرج القوس ولكن الحلقة هاي رح نحكي عنه برج العقرب حلقة الغد رح نحكي عن الانتقال ان شاء الله طبعا القمر موجود في منزلة القلب أو قلب العقرب وهي منزل إلى الضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 55 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء لينتقل بعدها القمر لمنزلة الشوالة وهي منزل إلى الضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط بما أن القمر موجود في برج العقرب أغلب اليوم فهذا اليوم نكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من نحبه بشدة يا من نكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في هذا اليوم بغسعنا بمراجعة أي شيء له علاقة بالتأمين إمكان تأمين صحي تأمين على الحياة تأمين سيارة شراء التأمين أو مراجعة شركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة وأيضا يصلح لمشاهدة الأفلام لأنه يكون عندنا رغبة للمغامرات وأيضا اتخاذ قرار حاسم أو اهتمام بأمور لها علاقة بالعقرات مثل شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين زحل وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 28 لغاية يوم 14 وهي دروتها يوم 28-11 بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي طبعا تأثيراتها لغاية 28-11 هذه زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 26-11 هي اللي بتخلينا نشعر بالتشتت وعدم التركيز وتزداد حالات التسمم الغذائي في هذه الفترة ممكن نتعمل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة بالدل هذه الزاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو الجماعات المتطرفة وبتشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية ما بين المشتري وما بين بلوتو وهي تأثيرات لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآب أو الميل للإعجاب بالذات بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل ما بين القمر والكواكب الأخرى طبعا أول زاوية هي زاوية تربيه سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون ذروتها الساعة 22-32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظاهرة من واجه مصاعب وعراقية اللي بتطلب منها أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها الساعة 8-33 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هذه الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي طبعا ذروتها الساعة 2-37 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تأثيرات هذه الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعة 6-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي منتصف ليل الأربع على الخميس فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 6-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 10-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدة خلو المسار أربع ساعات هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة 10-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيكون خلاص انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة واللي استمتع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال في عنا زاوية اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة 10-56 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربع القمر بيكون انتقل أساسا لبرج القوس ومعنى هاي الزاوية إنها زاوية اقتران هي بداية ولاة الهلال اللي رح ينولد في برج القوس فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو انتهاء تراجع المشتري في برج الحوت رح ينتهي تراجع المشتري اليوم الأربعاء تمام الساعة 11 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يعود للحركة الأمامية في برج الحوت ورح يستمر في الحركة الأمامية هاي حتى عصر يوم 2012 اللي هو ساعة 22 و 32 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش طبعا في هذا التاريخ اللي هو 2012 بنتقل المشتري من الحوت للحمل وبكمل دورته الكاملة في برج الحمل دون الرجعة لبرج الحوت مرة أخرى طبعا هذا الأمر رح يمنح موليد برج الحوت دفع إلى الأمام لتحقيق بعض إنجازاتهم من الآن لغاية 2012 طبعا بداية فترة جديدة بالنسبة لجميع الأبراج في فترة التراجع زي ما شعرنا في الفترة الماضية شعرنا بفقدان الحماس وخف عنا التفاؤل وممكن حصل تعطيل في مجالات النشر والصير في الدراس الجامعية الأمور الفلسفية والدينية الترحال خاصة لمسافات بعيدة وبرضو في فترة التراجع كان من الضروري أن ما نعتمد على الحظ لأنه يعني كنا حذرت أنا في فترة بداية التراجع أنه ما تعتمدوا على الحظ بس اعتمدوا على جهدكم أنفسكم عشان تقدروا تحصلوا على نتائج مرضية لا تعتمدوا على الحظوظ نهائيا الآن في الحركة الأمامية رح يمنحنا هذه الحركة رح تمنحنا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل وبرضو بكثير من الصفات الحميدة اللي رح يعطينا إياها المشتري في الفترة القادمة بصورة عامة برضو رح تعطي دفعة لأمور الفلسفية والأمور الدينية الأمور اللي إلها علاقة بالصيرفة اللي هي التبادل المالي أو المضاربات المالية ودور النشر الدراسات الأكاديمية والسفر لبعيد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم اللي أكثر حساسية عنا من الآن ولغاية ساعات المساء الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل غدى التناسلية المبايض والبرستاتة وعظم العنى والجينات أما في ساعات المساء المتأخرة عن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لزلت الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج القاوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 25-11 رح يبدأ الساعة 7-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 9-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة 4-39 دقيقة صباحا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة بتصير صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 100% هذا اليوم القمر في العقرب وبدو ينتقل للقاوس ورح يمكت في القاوس حتى يوم 25-11 سعي ما هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المغرب بصير تقريبا سعيد بنسبة 70% في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 100% عطارد في القاوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 60% الزهرة في القاوس حتى يوم 10-12 سعيد بنسبة 15% المريق في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت طبعا لغاية 2012 طبعا في ساعات المساء المتأخرة بدينهي عملية التراجع هو الآن منتحس بنسبة 50% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل برضو فرص لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنكم تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل توقيع على عقد أو مشروع وحاولوا أنكم تجزفوا بالأمور المالية وما تغمروا فيها دون استشارة أهل الإختصاص برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما حتى ساعات المساء المتأخرة فاليوم جيد لتعزيز العلاقات مع الشراكاء ولكن بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة بعض الحزن أو تشعر بالظلم والقاهر فما تيأس وكون صبور لأن الفترة القادمة راح تكون أفضل بكثير برج الجوزاء أنجز وما بوسعكم من العمل المتراكم ونضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة خلال هذا اليوم ولا تسمحوا لأي شخص بالتشكيك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء وحاول أنك ما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك اليوم ممكن تنشغلوا بملف أو معاملة أو ببعض الأمور اللي لها لقيا بالعمل يا بالصحة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجحوا في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وبرضو للتواصل مع المحيط وللأمور اللي إلها علاقة بالعواطف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغير سكنوا أو يستأجر بيت أو يحل مسائل إلها علاقاء بالبيت والعائلة طبعا اليوم بتميلوا لأفراد العائلة ولما ديادوا العون إلى إلهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة هاي فيها بعض التوتر ملصحتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار تعتبر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار أو يهتم بأمور العلاقة بالسيارات أو الإلكترونيات برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هايك هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات بتفائل بالخير وانطلب واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن العلاقات طبعاً طبعاً برجكم وابتستعيد وابتستعيد كامل حيويتك وابتتلقى جواب بتنتظره ورح تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وبتنطلق بمهمة طال انتظارها في شي جديد رح يدخل حياتك وتعتبر هاي الفترة داعم لإلك وبداية فترة ممتاز برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتجتازه بصورة عام يوم غير مريح ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود بالعقرب لغاية ساعات المساء المتأخرة لتشعر بالراحة ولكن طيلة النهار بتظلها فترة غير مريحة صحياً ونفسياً رغم عدم وجود أي مخاطر حاول انك تنجز فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حادروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوض قليلة فلا تجازف بانتظارك تأخير اليوم أو فوضى أو من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة حاول انك تمشي أمورك بشكل روتيني برج الجدي فلازم أو ممكن تنجر وراء التسرع فعشان هيك حاول انك تبعد عن أي انفعالات أو أي عصبية وحاول انك تكون هادئ القمر بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة ممكن تخليك تكون غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات وممكن اليوم بعض موليد برج الدلو إما يكرموا أو يحصلوا على فرصة مهمة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بيصلكم خبر صار من بعيد وبتنشطوا بالاتصالات البعيدة والحوارات مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة في بعض موليد برج الحود ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة يبتهتموا بهواية جديدة وممكن يكون عندكم حيوية زيادة أكثر خلال هذا اليوم ومحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط أجواء إيجابية ودعم لإلكم تستغلوها بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر